صاليو ميزيلاف أهلا بكم أبنائي وبناتي الطلبة أهلا كمان بكل الناس صاليو تولموند والمحاضرة الثانية في تعلم اللغة الفرنسية مع ميسيو يعود اللي تابع فيكم المحاضرة الأولى الفيديو الأول كان بنتكلم فيه عن يعني ايه فرنسي وإن الثقافة الفرنسية والاستعمار الفرنسي على بعض الدول العربية أثر علينا بثقافة بتاعت الفرنساوي كلغة وإن فيه كلمات كتير بتتنتق بالفرنسي وإحنا بننطقها كأنها عربي لكن هي في الأصل فرنسي كلمات كتير وأرينها لكم وفيها غيرها كمان وكمان كمان اتعرفنا على فرنسا كدولة وثقافتها ولغتها وشعبها وعالمها ورمز الدولة نفسه كمان اتعرفنا على الالفابي فرنسي أو الالفابي فرنسي اللي هي ستة وعشرين حرف ستة فويال وعشرين حرف كونسون ستة متحرك وعشرين حرف ساكن شرحنا لغاية الحرف رقم تمانية المحاضرة اللي فاتت وبعد ما أخدتوا الرست دلوقتي نبدأ ناخد باقي الحروف ونطقها الحرف قال ليه أكتر من طريقة في النطق هو اسمه حرف قال فبينطق في نهاية الكلمة عادي زي جورنال وفي أول الكلمة عادي زي ليموند مل صالد بيتنطق في الحرف ده في نهاية الكلمة وفي وسط الكلمة وفي أول الكلمة وكله حرف قال زي بال وبالكون ولكن حرف الأل إذا سبق بقيه فبيتنطق آي يعني هنا ترافاي مش ترافيل ترافاي أي ترافاي عندنا بالفرنسي مش معناها صفر معناها شغل أو عمل أي العين الوحدة لنتي العتس لنتي بوتاي الزجاجة اسمها بوتاي صلي الشمس فامي فامي فاليه اللي تنطق دي أو الألف واليه جات من إن الدبل أل أو الأل قبلها إي يعني أل أو دبل أل قبلها إي اللي هي الآي بالإنجليش بتتنطق يه زي ترافاي أي أي بوتاي صلي فامي لنتي حتى جنتي لما نقول أنت جنتي 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 يا شزي أنا زيل قاعدة بعض الكلمات اللي بننطق فيها الحرف قال رغم أن نقبلها إي أحيانا نقول إيل ده دمير المفرد المذكر هو إيل ما نتقطاش آي بقى زي دي فيل 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 يعني مدينة فيلا اللي هي فيلا نيل اللي هو النيل ميل اللي هو الألف فيلاج القرية هنا نطقنا الدبل أل أو الأل اللي قبلها إي أل عادي لكن في العادي إذا سبق حرف الأل بحرف الإي تنطق آي زي ترافاي زي بوتاي إنما ما عادة فيل وفيلا وميل وفيلاج وإيل ونيل هو المفروض النطق في الفرنسية مش قواعد ثوابت يعني استابت إن الأل اسمها أل لو في بقى حاجات في نطق معين بدي بتبقى قلائل شوية الحرف اللي بعدها حرف الأم الأم ده حرف غالبان شوية في نطق عادي أم ولكن الأم والأن مع بعضيهم من الحروف الأنفية اللي بتنطق من الأنف ودي شرحناها المحاضرة اللي فاتت لما بيجو وراء حرف فيل بنطق الصوت من الأنف الأم أو الأم يتنطق الضم شوية نان بان أنقل بان بان نمر كون كامر أنت تحس إن فيزو كام عندي أو عندي بلد وأنا قلت لحضراتكم المحاضرة اللي فاتت إن أي حرف فيل وراء أن أو أم بنسميه فيل نزل حروف أنفية متحركة فيطلع الصوت من الأنف مش من الحنجرة ولو قلت بنت بقى غلط أنكل تبقى غلط نمبر تبقى غلط ليس ضعب الإنجلش إحنا بنكلم على الفرنسي نان وبانبان وبان ونمر وأنقل وكان كامر ينطق من الأنف كأن بي قسرة مع الحروف اللي هي الأو والإي والإيجراك دي أين ودي أين ودي أين يعني النطق مش هيبان يا فندم إلا لما تيجي تمسك سينبا سينك جوان بلان فن أمبوسيبل هو أو وأن يعني هنا أو في ضم شوية ودي أين فيها كسرة وشوية برد يعني النطق مش بيبان قوي لأن الحروف اللي في النطق صعب جدا سينبا يعني ظريف أو لطيف جامل سينباتيك سينك يعني رقم خمسة جوان لو شهر يونيو أمبوسيبل اللي هي إمبوسيبل سين يعني جائع بلان يعني مليء مليان وينطق من الأنف كأن فيه فتحة شوية مع الأو والأ فتحة شوية يعني برضو بتبقى قريبا من دي ولكن أمفان هي ولا أون ولا أين في الوسط أمفان يعني طفل أمفان فرنس فرنسا طبعا شانتي يعني غني طان اللي هو الطقس أو الوقت طان لام اللي هي اللامبة فولقان اللي هو البركان فصعب عليك وتميزه يعني كمستوى مبتدئ في الفرنساوي يصعب جدا جدا عليك تميز بين الثلاث أصوات لكن في الخلاصة لو عايز تاخدها كأيدي جنرال فكرة عامة هو فيها خنفة شوية سواء آن أو آن أو آن يعني هي فيها خنفة آن 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 ضم فتحة كسرة يعني أنا أعتقد صعب عليكم جدا تميزه لكن هو مع التعود يعني أنت شوف في فيديوهات مستوى يعقوب وأنا قلت لكم المحاضرة اللي فاتت ما عنديش حرف قلدخ فيه بنسبة كبيرة بانطق حلو قوي فخليك معاك معه أنت اللغة ممارسة لما تسمع آه هتتحك وانت بتتفرج على الفيديو وتقول آن وآن مالو المسيو بيعمل كده النطق كده طيب عندنا تصبح الحروف الأنفية مدغمة عندما تصبح بحرف إي هفاهمكم يعني إيه مدغمة نقرأ دي كده إيجيبسيان هي آن وجات إي آن هنا أكسيان آو يان إيتوا ديان أنا كده كده آن ن نطقتها بس اللي هي اللي قد في الأول دي الإضغام اللي حصل ده الإضغام يعني دمج سطين في صوت معي عشان الاجراء عشان الاس دي قاية قبل الحرف الأنفي إيجيبسيان أكسيان أفيا إيتجيوان إيجيبسيان المصري أنت تقول إيجيبسيان أنا عندي في الفرنسي الحرف أنفي إيجيبسيان أكسيان اللي هي أكسيان أفيا يعني طائرة إيتجيوان يعني ستودنت يعني طالب جامعي فصعبة شوية عليكم المواضيع دي زي ما قلنا وعندنا أخيرا الأم والأن غير أنفي في حالتين إمتى بقى الحروف الأنفية اللي هي الفايل وراها أن أو أم تتنتق أولا مع تكرار الحرف يعني اتنين أم نقلب بقى ما بقتش حروف أنفية بقت كلمة عادية أم رجل ما بنتقش الأش بس الأم أم هتتنتق هي والأو عادي أم فم ما اعتبرتاش حرف أنفي ما اعتبرتاش حرف أنفي أنونس فم يعني إمرأة أو زوجة أنونس يعني إعلان فهنا تكرار الحرف يطلع من بند أو يطلع من قاعدة أنها تكون حروف أنفية كمان لو جي وراها فايل عندنا الحرف يعني لو تفتكروا المحاضرة اللي فاتت وأنا بشرح لكم موضوع الحروف الأنفية قلنا دي أداة النكرة دي أداة النكرة المذكر تتنتق أم أم أول ما بتلاقي بقى وراها حرف فايل تتنتق الحرف الأنفي وتقول إن نطاقة الأو ونطاقة الأن طول ما جي وراها فايل فعشان كده لو جي بعدها فايل بتتنتق وما بتبقاش حروف أنفية أنيمل أهو أنيمل الأن جي وراها فايل اتنطقت عادي أنيمل الأم جي وراها فايل أمي صديق الأن جي وراها فايل تتنتق برين برين يبقى الحرف الأنفي بينطق طول ما بيه جوراها فايل وطبعا بينطق لو الحرفين جم بتكرار زي منتم شفتم إنما في غير كده الأم والأن هي حروف عادية بتتنتق أم وأن زي أي لغة إحنا بس هنا بنسميهم حروف أنفية مش الأم والأن اللي حروف أنفية إنما لما بيجي قبلهم حرف من الحروف الفايل بنقول عليها حروف أنفية اللي هي بالفرانسي فايل نزل حرف البا عندك مشكلة بسيطة بتطاقة تقول بيت قيلة وبيه خفيفة أنا عايز أفهمكم إيه موضوع بيت قيلة وبيه خفيفة أنا بالفرانسي ما عنديش حاجة اسمات قيلة وخفيفة وأنا نفسي مسي يعقوب ما بيحبش موضوع بيت قيلة وخفيفة أنا أعرف إن في حرف بيه في اللغة العربية هو البيه بيه وأعرف إن ده بيه بيه يعني أنتوا ساعات في العربي يعني اللي بيكتب فيكو عربي يعني بالنظام القديم بيه اللي هي البيه ودي بتحطوا تحتها تلات نقط فتقنطقها بيه في الأفلام العربي القديم يقول لك بابيه 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 اللي هي البابيونة بتعطوا البابيونة هي بابيه القبر اسمه بار فحرف البيه بيت نطق بيه أنت بقى تقول بيت قيلة بيه خفيفة أنا أما بحبش كلمة تقيلة وخفيفة أنت تقول بيه ده بيه وده بيه 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 يبقى بيه بيه حرف البي بيت نطق بيه ولكن لا ينطق في نهاية الكلمة أو إذا جي بعده تيه يعني هنا شان مش كامب بالإنجليش شان يعني حقر باج هنا ما تنطعش عشان جيه آخر الكلمة شان جيه أول الكلمة بيت نطق باج جيه أول الكلمة بيت نطق بلاج بدل بيتش وبلاج نهاية بيتش ما بتقولش بيتش 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 يبقى باج بلاج يتنطق باسبور أول الكلمة وسط الكلمة يتنطق بوليس يتنطق لكن لو جيه بعده تيه هو ما بيتنطقش وعلى فكرة هنا كلمة محاسب في الفرنساوي نطقها السليم كون كون تابل يعني أنت نطعت الأو أم على أنها أو أن عرف كون تابل بالإنجليش كون تابل أو أن مش أو أم في النطق كون تابل والمفروض كون تابل كون تابل لكن برضو أنا ما نتقطش البي في المجموعة البي ما بتتنطقش لو جيه وراء تيه وما بتتنطقش زي ما قولنا إلا لو جات في أول أو في وسط الكلمة طيب البي ساعد بيجيه وراءها أش ودي زي يعني الإنجليش تتنطق زي إليفانت بالإنجليش احنا ممكن ننطق البي أش في اللي هي أف فوتو فوتو جراف فيزيك فيزيك يعني جيوجرافي تليفان يبقى الحرف ده بيتنتق أف اللي هو البي مع الاش مع بعض الكو اسمها كو فطبعا هتتنتق كا وتتنتق عادي سانك كاك هي بتتنتق كو ينطق في نهاية الكلمة إذا جاء منفرد زي كاك وسانك إنما الكو دي هتاخدوا أن بيجيه وراها او وهنا بقى بنحط او ليه لو جاءت أخر الكلمة لوحدها بتتنتق كو عادي مش هينفع تيجي أول الكلمة لوحدها مش هينفع تيجي أول الكلمة لوحدها لازم يجي وراها او عشان كده ليجي بعدها حرف او زي كاتر أربعة كان متى كي من ك ماذا فيزيك عرفناها كو تيديان فأول الكلمة أو وسط الكلمة بتشوفوا كو ملزمة بو عشان كده انتوا بتقولوا بالانجلش كو كأن كو كو ويو كو وإحنا عندنا كو بننطقها كو وكو ده زي ميجو راها او اللي هي اللي انتوا يصعب عليكم نطقها الو لكن لو جاءت أخر الكلمة عادي جدا تتنتق كو حرف الار حرف الار قلت لكم المحاضرة اللي فاتت ان اهل بغي اللي هي باريس اللي هي باري بالفرانسي بيحبوا ينطقوا الار اغغ والمفروض كفونيتيك هي ار انما البرامج الفرانسيوي اللي على الموبايل لي بتسمع الار اغغ لان معزم معدي هزي البرامج من بغي العاصمة ويحبوا جدا ينطقوا الار اغغ انا بحب انطقها الار زي ما قلت لكم قبل كتا فنير نطقناها ار اي فتور سيبار كلمة فرانسيوي مسروع من الانجلس يعني سيبار دكتار ار الهوى برضو احنا هنا نطقناها عادي جدا سواء بقى في نهاية الكلمة وممكن في وسط الكلمة لكن لا ينطق هذا الحرف في نهاية افعال المجموعة الاولى لما نطعمك شوية في الفرانسي هناخد حاجة اسمها ما بننطقش الار لما بتيجي قبلها او تبقى يعني فرب قليه الشهير جدا في اللغة الفرنسية اللي معناه يذهب بننطقه ازاي او النطق الصح ازاي الفربي بيكتب كده وناس تنطقوا قلير قليه فرب ايه قليه مش قلير قليه مانجي عريفي دوني دي حكاية الار الاس بقى بالراحة كده عشان الاس اسمها اس وبتتنتق اس ولكن بتتنتق اس في نهاية بعض الكلمات زي ما انتو شايفين مارس بلوس توس ودي ليها مطقن في الفرانسي هي ودي دي ساعة تتنتق بلو ودي تو وحنقول لكم بعدين ازاي اطلس تنيس فيس فيس يعني ابن والإيه اللي سايلنت عندنا طيب حضرتك الاس اتنطقت اس اه واضح قوي لكن لو جات بين حرفين فيل بتتنتق زد لو جات بين حرفين فيل تتنتق زد بين اتنين متحرك روز الظهرة ميزان المنزل فيزيت زيارة جيمناز اللي هو صالة الالعاب بتتنتق ليه الاس زد لو جات بين اتنين فيل وعلشان كده انا عايز اديكم ملحوظة بالمناسبة وهقول لكم على ملحوظة هتعجبكم قوي في الكتابة هي الكلمة دي في الفرانساوي بتتنتق زي الانجليش يعني الصحراء بالانجليش ديزارت وبالفرانساوي دي ديزار ديزار طيب الصحراء ديزار عندنا غلطة لطلبة الاعدادي او السنوي لغات الحاجة الحلوة اللي بعد الاكل في الريستوران لما تتاكل عايز تطلب حاجة حلوة اسمها ديزار انت في الفرانساوي لو هتنتق صح هتكتب صح طب انا لو قلتلك ديزار هل ينفع في الفرانساوي تكتبها كده انت كنت فاكر ان ديزار بتكتب كده لأ لان ديزار طالما مسي عقوب قال ديزار يعني الصوت اس والاس لو جات بين اتنين فييل تتنتق زد عشان كده دي قلنا ديزار دي تنتق زد طب دي عايز انطقها ديزار فبنعملها دبل اس الاس لو جات بين اتنين فييل تتنتق زد اهو روز ميزان بيزيت جيمناز جات في اخر الكلمة وجا وراها حرف فويال برضو بتتنتق زد دي اسمها الربط عندنا ليزان الربط عندنا في الفرانسي لما تكون الاس بين اتنين فييل واحدة في نهاية اداة واحدة في اول كلمة تنتق ربط يعني انا بنطق دي ليه وبنطق دي امي تروح رابط كده بالصوت وتعتبرها كلمة واحدة طب انا لو اعتبرتها كلمة واحدة اسمها ليزان فكأن الاس وقعت بين اتنين فييل ولما الاس تقع بين اتنين فييل تتنتق زد عشان كده دي بنقولها ليزامي ودي بنقولها ليزان فان اليلزان سيزان فان الاس بتتنتق اس عادي في نهاية الكلمات وقلنا ولا تنطق في نهاية الكلمة في الجمع الاس لما تكون علامة جمع ما بنطقاش يعني اه ليه دي اداة ناكرا اداة معرفة جمع ما بنطقش الاس تي دي ملكية جمع ما بنطقش اكسي ونو وطا وانجليا يبا هي جات في الاخر ما بتتنتقش ولو جات في اخر كلمة جمع ما بتتنتقش باستثناء ما هو برضو احنا مش كل حاجة هنعرف نقولها لكم في محاضرة من ساعة باستثناء عندنا مثلا في الفرانسي كلمة اسمها بس اللي هو الاوتوبيس دي بتتنتق الاس عادي عادي اوتوبيس اصلا اوتوبيس دي كلمة فرانساوي اوتوبيس يبقى فيه استثناء مهما نقول لكم قواعد اللغة والنطق بالذات ليها شواز اللغة الفنسية يقول لك ايه الكلمة دي كذا القاعدة دي كذا الشواز ايه الشواز يعني شيء مختلف فمهما قلنا لازم يكون في حالات خاصة يعني ما تاخدوش الفيديو وتقول ايه المسيو قال ان الاس في اخر كلمة ما بتتنتقش طب انا طلعت كلمة بتتنتق وارد المسيو قال الاس تنتق زد بين اتنين فايقل طب فيك كل ده وارد الاستثناءات او الشواز موجودة لكن اللي احنا بنقوله تمام غير كده ان لقيت حاجة جديدة ممكن تكون حاجة شواز مختلفة نكمل حرف التي يعني نوعا مبنى حلال التي ده هو صوتين بس التي بيطنتق تي ولا ينطق في نهاية الكلمة يعني هو بيطنتق تي سواء جي تي واحدة او اتنين تي زي بوت توالت تومات لكن اخر الكلمة لا ينطق في ليه فروي بوتي في ليه يعني شبكة هتخذها في منهك ثالثة فروي فاكهة بوتي صغير البوت اللي هو الحزاء البوت التوالت اللي هو الحمام التومات اللي هي الطماطم وفيه كلمات شواز بيتنتق في نهايتها شوف احنا هنا قولنا ايه لو جيف اخر الكلمة ما ننطقوش بوتي لكن ست الرقم سبعة بتنتق تي ويت رقم تماني بننتق تي برب قاتر ايه برب قاتر اللي هناخده ايه لكن دي كلمة الشرق است الشرق است بالانجليش است بتتنتق تي شت بتتنتق تي بوت هدف بتتنتق تي وست است وست الشرق او الغرب يبقى انا بنطق تي في حالات يبقى احنا قولنا القاعدة العامة تي ما تتنتقش في اخر الكلمات لكن في شواز كمان بقى التي لما بيجو رائي بتتنتق زي الاس يعني بصوا هنا سيان و سيان عشان كده بدل اكشن بالانجليش اكسيان بدل اتنشن بالانجليش اتونسيان بدل اتنشن بالانجليش ناسيان يبقى اتفقنا الشين بتاعتكو في الانجليش تتقلبسين عندنا بالمنظر انتو شايفينه يبقى دي بدل انفورميشن هتقرائي انفورميشن بدل انبيشن هتقرائي انفورميشن بدل انبيشن هتقرائي انباسيان يال نختم الالفا بفرانساز الفيه الفيه اسمها فيه ما فيهش لاعب يعني فاز في بضر انترفيو فيل فيلا فيلاش طبعا كلمة انترفيو كلمة انجليش احنا اللغات الفرانساوي الانجليزي الايطالي الاسباني كله مشتق من اللغة الام اللاتينية فساعات ناخد من بعض زي ما قلتب كل مرة اللي فاتت كلمة كافي دي في الانجليش بتحط عليها اكسان وما فيش اكسان في الانجليش واحنا ساعات نقول انترفيو ودي كلمة انجليش صرف يعني بدسا من بعض اللغات بقى ومع بعضينا يعني فاز في بوفر انترفيو فيل فيلا فيلاش حرف في مابوش مشاكل الدبل في ده بقى حكاية هو اسمه دبل في على اساس يعني زي ما انتوا شايفين الرسمة في وفي دبل في ليه طريقتين في النطق بيتنطق في الكلمات الانجليش كأنه حرف دابليو بالانجليش دابليو اهو ساندويتش ما يدي عشان انجليش نيويورك انجليش ويك اند احنا عندنا ويك اند نقولها بالفرانسية عطلت ناية الاسبوع اسمه كانجي بالفرانسية انترفيو كيوي كده نطقنا انجليش فهو طول ما انتنطقت او الكلمات من اصول انجليزية يتنتق دوب او دابليو بالانجليش لكن في الفرانسي لو كلمة فرانسي يتنتق في زي فاجان فاجان عشان كده بنقول عليها دبل في بدل في اتنين في بعض فاجان عربة القطار اخر حرفين عندنا من الحروف الساكنة الاكس وده مشكلته عامل زي الاس بالزبط في تقسيمة الاس يعني الاكس اسمه ايكس بدل اكس الاكس عندنا تنتق جزاء جزاء اللي هي الجي والزاد بس يجيهم زي زي اجزام امتحان وهي زي اجزام ايه يفحص يمتحن اكزارسيز زي اكزارسايز اكزامبل زي اكزامبل يعني كده قربنا من الانجليش لكن ينتق كي واس لما يجي زي تاكسي كده انجليش باكس كده انجليش اكسكيوز بدل اكسكيوز بالانجليش اكسبليكي يشرح كده تشبه الانجليش في المط وينطق زاد الاكس دي تنتق زاد في نهاية الكلمة ويجي وراها كلمة في فيال ونعمل عملية الليزان الربط يعني هنا دو رقم اتنين الاكس صعي لنا دو انما لما نقول اتنين اصحاب ديزامي بنعمل العلامة اللي قلتلكوا ليزان اللي هو بربط الحرف بالوراء فكده الاكس وقعت بين اتنين فيال تنتق زاد برضه ديزامي ديزان ديز يعني عشر لكن ديزان ديزان ولا ينطق اذا جاء في نهاية الكلمة زي دو ما انا لسا اقل لكم رقم اتنين اهو بيكتب كده دو ما بيتنتقش ار ما بنتقش الاكس اللي هو سعيد طب انت امسي عقوب بتقول ان الاكس لو جات اخر الكلمة ما تتنتقش تصور دي هتتنتق اس هتتنتق اس رقم عشرة ديز لكن ديزان شوفوا اي استثناءات موجودة انما اللي بنقوله هي الغالبية من او القعدة الغالبية طيب اخر حاجة حرف الزد شوفوا كل القصة اللي على الزد دي حكاية بقى نشوف ايه حرف الزد حرف الزد بيتنتق زد زين زي الانجلش على فكرة كلمة حديقة الحيوان اسمها زو لما تقول لحد زو يقول لك اسمها زو يا مستر يا فاندم اسمها زو يا ميسير زو بالانجلش هي زو زيرو بدل زيرو زن زي الانجلش شوية انز ده رقم 11 انز ساز ده رقم 16 لكن لو جي في اخر الكلمة زي الانف ما بيتنتقش ني شي ري يبقى الزد من علامات الجمع ولا ينطق في نهاية الكلمة هو ساعات بنحطه في الجمع وحنشوفها لكن لا ينطق في نهاية الكلمة انما نطق عادي يبقى لو بسيطه على زو وزيرو وزن وانز وساز بيتنتق الاس بيتنتق الزد بتنتق انما لما بتيجي في اخر الكلمات زي ني وشي شي يعني عند وني يعني انف ولي يعني رز ما بننطقش الزد قواعد عامة عن نطق بعيدا عن الستة وعشرين حرف قواعد عامة عن نطق بعيدا عن الستة وعشرين حرف الحروف الساكنة في نهاية الكلمات لا تنتق ما عدا الاربعة دور يعني اي حرف ساكن في الفرنساوي الاشاعة اللي طلع عن معظم حروف الفرنساوي ما بتتنتقش انتو في الانجلش في كلمات كتير هننطقها وما بننطقش فيها حروف كتير معلش هي اشاعة مش اشاعة قوي هو حقيقة لكن مش ثبتة معظم الحروف الساكنة اخر الكلمات لا تنتق لكن الاف بتتنتق زي شف القل بتتنتق زي مال الكو بتتنتق زي كاك والقر بتتنتق زي بروفيسر يبقى الاربعة دور لما بيجوا اخر كلمة بنطقوا عادي اوه الباقي لا كمان الحروف الساكنة جوه كلمات تنتق دايما يعني ساندويتش نيويورك ويك اند انترفيو كيوي الحروف الساكنة المزدوجة اللي هي بتبقى دبل بتنتق حرف واحد ما عادة كلمات علمية حنقولها لكم يعني دفر بقالي اريفي رسامبلي اديسيان دات فلينا بدول مشهورين جدا كمان لنطق الكلمات جيدا لازم نقطعها مقاطع زي ما بنقول جزء اسمها سيلاب بالفرانسي كاماراد عشان تنتقها كاماراد فوتو جرافيي فوتو جرافيي طبعا لما تكون الكلمة طويلة لو انت راجب تتعلم لسه تنتق فرانساوي قطع الكلمة خد نفس كده لكن مع الوقت بقى يعني انا لما اجي اكتب كلمة مادموزال بالفرانساوي دي مشكلة فلازم اقطعها اقول مادموزال بعد انت قراء مادموزال عندكم بعد كده الحروف المتحركة المركبة يعني ايه حروف متحركة مركبة حرفين فويل مع بعضا الا مع الاي الاي مع الاي الاي مع الاي مع الاي فدي اسمها حروف مركبة فعندنا كلمات كتير تلاقي ا وراها اي على طول اه عاملة زي صوت اي بالانجلش مي اللي هو شهر مايو ميزان منزل لي اللي هو اللبن فالا مع الاي صوت مركب طب والا مع الاي بس قبلها بتتنتق يا يعني احنا من شوية الا وراها اي تتنتق اي لكن الاي وراها ا تتنتق يا عشان كده ديالوج مرياج بيانو زي بنانجلش الا وراها او الا و الا والا 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 الاتنين دول المجموعة دي او المجموعة دي بتتنتق او يعني هنا كلمة او بس او وال او وال او وال او برضو او بيرو او تو طب وال او وراها او تتنطق او زي شاو بس شاو دي كلمة ايطالي شاو دي حروف مزدوجة بتلاقي كده صوت مكون من حرفين ممكن نحصل على الصوت او بالانجلش من بعض الحروف مجتمعة اللي هي دي شوفوا بقى كل الحروف المجتمعة مجتمعة يعني الحرفين مع بعض دي بتتنطق زي حرف الاي بالانجلش بالزبط كل دول دي اي 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 بس دي اي يعني شوية اي 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 بس ازاي تنطقها فوسط الكلمة يعني دي ما ينفعش تنطقها اي الا لما تيجي اخر البرب دي ما ينفعش تعالنا نشوف كده مي مي يعني لكن مي مرشي سوق اتر هي مش اي مش اتر اتر يعني دي المفروض تستسنى من الكلام ده اه لان دي بتتنطق اه قليه قلنا مش قلير اي يعني واه طيب عندنا كمان حاجة اسمها حروف مركبة حرفين يعني ايه حروف مركبة حرفين جنب بعض بيتنطقوا صوت واحد حرفين جنب بعض وتلاتة جنب بعض صوت واحد اشهر الحروف المركبة عندنا الا معها ايه وراها اي لا اي تتنتق ايه بالانجلش تخيلوا يعني حرف الا لو جي ورا اي تتنتق ايه زي مي شهر مايو ميزان منزل لي مي وميزان ولي نطاقة الا وراها اي اي لكن لو اي جات قبل الا تتنتق ايه زي ديالوج مرياج بيانو ده كده زي الانجلش ولو الا جا وراها اي بس تتنتق او ولو او مع او مع او شوف كم حرف مع بعض تلاتة برضو تتنتق او يعني او وده حرف جره هنفده بيرو مكتب اوتو سيارة ده حتى عندكم في الفرنساوي فيه كلمة مكونة من التلات حروف دول اللي هي الاو والاو والاو المية اسمها او طب عندنا الاو وراها او تتنتق او زي شاو بس الشاو دي كلمة من اصل ايطالي سلام يعني الحتة دي فيه بس حتة هنصلحها مع بعض ممكن نحصل على الصوت اي بالانجلش الصوت ايه من بعض الحروف مجتمعة سيبك من دي وخليك مركز معايا في اللي بقوله بقى يعني ايه حروف مجتمعة تحصل على صوت ايه بص الا اي تتنتق ايه والاو اكسان ايه والاو ار ايه والاو والتي ايه والاو والزد ايه والاو والاس ايه بس ما بتبانش غير في النط يعني الاو والاس دي ما بتبانش غير في الكلمة الاو والاس دي لو جات اخر كلمة زي فرار وبر مش هننتقها ايه لكن بصوا كده مي يعني لكن مارشي السوق قلي لما قلنا مش قلير ايه وشالي شي دي بقى اللي انا بقى صوتها الصوت هنا بتتنتق ايه بالانجلش ده فر بقاتر مع تيو حناخد قات تيو ييه انما لما اجا اقول مثلا فرار الاخ والاخوات فرار دي ما بتتنتقش ايه فدي اقول فرار ايه لا هي بس لازم كلمة تيجي عشان نقولك اتنطقت زي ما قلنا كل حاجة ولها استثناء تعالوا بقى شوفوا الحرف ده حرف الايه بيحصل دمج لو جي ورا او يتنتق يو صوت كده مع بعض مزدوج راديو ايديو ايديو يعني احمق بيبليوتك مكتبة القراءة لو جي ورا ال او ايه يعني هنا ال اي وراها او تتنتق يو اللي اي او ال او وراها ايه تتنتق وا زي موا انا توى انت صوار مساء نوار اسود بوار يشرب ال او وال اي تتنتق وا ال او وال ايه تتنتق وي وي لوي يعني هو نوي لا نايت لايل بوي يعني سمه سوي ده تصريف برباتر مع جو حتى كلمة وي اللي انا كتبها هنا دي اهي بالفرانسان وي يعني نعم طبعا انا بكتب مشابك الحروف الفويل لما بتتشبك في بعض بتعمل ازمة شوي اهي وي طيب الحرف او برضو فيه صوت مزدوج لو جيه قبلها او تتنتق او مش عارف اكتبها لكم بالعرض او زي ف الاشارة او النار بو خليل لكن لو ال او جت قبل ال او تتنتق او او عشان كده بور لكي او 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 اينا هناخد الاكسان دي ونعرف اين فرق سو تحت نو نحن الحروف المزدوجة اللي انتو شايفينها دول اصوات بتبقى اتنين صوت مع بعض حرفين قصدي او تلاتة بيدو بيدو الصوت مزدوج والصوت المزدوج بصراحة مش بيجي من التعليم كده بيجي لما نقرأ الكلمة قدامكم هتقول لي انا متل اخبط حضرتك قلت اصوات كتير خلص الفيديو عندك مرجع كل ما تيجي تقرأ كلمة فرنساوي هتفتح الفيديو وتوقف عند الحتة دي وتشوف يعقوب قال ايه على الاول او انما اللي عايز يتعلم صح يمارس اللغة ينطقها يسمع من ميسيو ويقعد يردد ورايا انا ممكن اقول لك ان دي فا ودي با فانت اوتوماتيك كده تعلمت ان الاول او تتنتق او ممكن اقول دي او ودي سو فكده انت لقطت ان الاول او اتنطقت او الموضوع مش موضوع ان في قواعد وسوابت انا نفسي ممكن بعد مقلب الصفحة وانا قلت ايه الاول او والاول او انما لما اشوف الكلمة اقرأها بنفسي صح تعالوا بقى نتنقل لاصعب حاجة في الفرنسي الاكسان لزاكسان علاماته النطق انتو عندكم في اللغة العربية الجميلة بتاعتنا القصرة والفتحة والضمة والشدة والسكون والموضوع في الفرنساوي شوية صعب الاكسان هي علامة بتتحط فوق بعض الحروف وخصوصا الفويل والاكسان ما بتتحطش اعتباطا ده هي لها اصول هي بمثابة علامات توضع فوق بعض الحروف المتحركة وتؤثر في المعنى اه في كلمات من الاكسان معنى ومن غير اكسان معنى وتؤثر في النطق جدا لانه عاملة زي التشكيل في اللغة العربية الاكسان في الفرنساوي تلت انواع وتلت اسماء الاكسان اللي بالتجاه ده اسمها اكسان تيجو اكسان تيجو اكسان تيجو اكسان تيجو اللي هي كده عكس بقى الاكسان تيجو اكسان غراف اكسان غراف اللي هي كده اللي عاملة بقى زي الشاقو او التمانية فوق الحروف اسمها اكسان سيركمفلكس أكسن سيركمفلكس طيب إيه الفرق بين الأكسن تيجو والأكسن غرف والأكسن سيركمفلكس بالراحة كده هتفهموها وسهلا الأكسن تيجو بتحط على حرف الأ شفت كان اسمه إيه الأدى ساكن الأدى عليه سكون يعتبر ولا سموه زي ما تسموه تتحط تتنتق أ كأنه حرف أ بالإنجليز هم بيسموها أ أفرمي عشان كده بنقول عليها مغلق أفرمي مغلق يعني بققك مقفول وانت بتنتق إيه إيه نقرأ كده مع بعض هتلاقوا نفسكم بتقرؤوا بسهولة هي عاملة بالزبط يعني بالزبط زي الألف اللي تحتها قصرة يعني أنا باعتبرها عاملة زي الألف اللي تحتها قصرة إيه إيه هاي اعتبروها ألف تحتها قصرة ليسي ليسي إيكل إيكل الأولانية في إلاف 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 إتي إتي ديزولي ديزولي إيدي إيدي تليفون تليفوني دي كلمة وفي تليفون هو القصة إن طول ما الأكسان بهذا الاتجاه اللي هو ده يعتبرها ألف تحتها قصرة ده على حرف الأ طيب لو الألف عليها فتحة بتتنتق أ فتحت بقي فبيسموها أوفار أوفار يعني أ وفاتح بقي فيها أ مفتوحة أوفار ولو الأكسان جاية بالاتجاه ده على العكس ده بنقول عليها آه تعال نشوف كده بار هنا فيه كلمة بار مار فرار إحنا ما نقولش بير ومير وفرير قلتلكم في المحاضرة اللي فاتت مستيعوا بخريج مدارس الفرار مش الفرير فرار بار مار فرار كرام برميار برميار اللي مستعجل على ترجمة الكلمات هتاخدوا الكلمات دي أب أم أخ كرام يعني كريم أو كريم للدواء أو كريمة برميار الأول تري هي بتتنتق تري بس بتكتب الأكسان دي يعني جدا كمبلت جاي من كمبلت بالإنجليش كمبلت فالحرف الأكسان دي لما تتحط على الأو بتفتح بقك وتطول شوية زي فرار فرار مار كرام وساعات تتحط على الأو وعلى الأو بس ده مش موضوع نطق لأن دي أو دي أو هي بتفرق في النطق بس مع الأو تتحط على الأو والأو للتمييز بين كلمتين شبه بعض لكن في النطق لا يعني دي أو معناها أو بالأكسان معناها أينة وتتنتق أو لا اللي هي ده التعريف ألف و لام لكن بالأكسان معناها هناك أه ده فر بقى أفوار اللي هو يملك لكن بالأكسان ده حرف جار يبقى هي لو تحطت على الأو والأ بتفرق بس فيه المعنى بين كلمتين بيتنطق بنفس النطق إنما أنا يهمني تعرفه في موضوع الأكسان دي أكتر حرف بيتأثر بالأكسانات هو حرف الأو حرف الأو طيب نشوف كده حرف الأو عايزين تفرقوا بين الأكسان دي و دي احفظوا كلمة دي كلمة إلاف اللي هي تلميز معظمكم أحفظها إلاف إلاف لو مش يعقوب قالك النهاردة إن الإي اللي تحتها كسرة هي الأكسان دي والأ اللي عليها فتحة هي الأكسان دي يبقى أنت عرفت إن دي إي و دي أ عايز تفرق بينهم إحفظ كلمة تلميز إلاف أول ما قلت لك إيه يبقى الأكسان دي أف يبقى الأكسان دي يبقى التمانية اللي أنتوا شايفينها دي خلاص يبقى دي بتتنتق إيه و دي بتتنتق آ ده الكلام ده لما بيجوا على الأو الأو دي سايلنت عشان جاء آخر الكلمات أم و إيه إلاف كده بقى لما تحفظ إن دي إيه و دي آ أما أجأ قولك أطبط الكتب إزاي تقولي بالأكسان دي عشان بانطقها بار مار فرق إنما إيه كل ليسي ديزولي يبقى الصوت ده إيه و الصوت ده آ و ده اسمه أكسان إيجو اللي هي دي غراف اللي هي دي إيه بقى الأكسان سير كنفلاكس اللي هي عمنا زي التمانية دي بزات بتتحط على كل الحروف الفويالي ولا تغير الصوت سواء على الأ أو الأو أو ما بتغيرش الصوت بس هي على حرف الأو بتخلي زي المادة في العربي حضراتكم عارفين المادة؟ يعني إيه المادة؟ يعني أنا لما أجأ أكتب آدم بالعربي ما أكتبها آدم وانطها آدم المادة دي أنا بقى الآ دي بتتنطق آ هي نفس النطق بتاعي دي بس مادة يعني ده فرب قاتر يعني الحفلة فات وفرب قاتر بيكتب كده قاتر قاتر فات مش بقول فت وقتر طيب نشوف كده الأكسان بتعمل إيه؟ هوسبيتال بالإنجليش بتبقى أوبيتال بالفرنسية فاست بالإنجليش بتبقى فات بالفرنسية هي بتحل محل حرف اتحذف غالبا يعني بتحل محل بدل هوسبيتال نشيل القس وتبقى أوبيتال بدل فست نشيل القس وتبقى فات غالبا وتوضع للتمييز من بعض الكلمات زي سور يعني على لكن سور اللي هي شور متأكد مير يعني حائط لكن مير ناضر فيها سنة شدة مادة شوية كمان تأتي لإطالة نطق الحرف الفويل زي اللي قلنا برب قاتر اهي اج بدل اج اج اتر يل بيانتو فوري اوتل بيانسور للدقة يعني لو بنتكلم ببطء هتاخدوا بالكم لما في النطق السريع مش بينا انت لو جريت الفيديو هتلاقي عبوا الاج اتر يل لو جريت الفيديو لو بطات الفيديو هتلاقي اج اتر وهذا المشكلة فهنا اج اتر يل بيانتو فوري اوتل بيانسور الاكسان دي تلت علامات بتيجي قاب فوق الحروف وخصوصا حرف ال او تعالوا بقى عند السي سي دي او الاكسان سي دي او حرف السي اللي بيجي معا سي دي العلامة اللي قلتلكو عليها في المحاضرة اللي فاتت على حرف السي بتتحطي تحت السي قولنا مع ثلاث حروف بس ايه هم الثلاث حروف ال ا وال ا وال ا يعني انا ما بحطش العلامة دي الا لو جي بعد السي ا ا او 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 وعايز انتقاصين لان بدون العلامة دي هتتنتق ك وك وك يعني السي لو جي وراها ا او 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 امتى تنتقها سين لما تعملوا العلامة دي تقولوك انك انتقها لي اس يعني انت السي اسمها كي في النطر حط العلامة الاس وتقولو ايه انتقها اس طيب تعالى نشوف لسان فرانسي جارسان ما نقولش لقان ما نقولش فرانكي ولذلك بصوا هتلاحظوا السنة دي البلد فرنسا البلد اسمها ايه اهي فرانس هل هحتاج للعلامة دي هي السي وراها او بتو اتنتق سي انما لما جيت اتكلم عن واحد فرنسي او اللغة الفرنسية اسمها ايه بتلاقوا العلامة دي محطوطة ليه فرانس مش محتاجة حط علامة السي دي عشان انتقى سي لان السي وراها او بتو اتنتق سي لكن فرانسي فرانسي تحطيت السيل ان بعد السي اه دي القصة بتاعت السي دي التريما مش هتشوفوها كتير السنة دي او يعني اقصد مش هتشوفوها كتير في اللغة التريما دي تبقى عبارة عن نقطتين بيتحطوا يفوق الايه وتبقى شدة يفوق الايه ودي في كلمة واحدة انتوا عندكوا بور سعيد بدل ما اقول سيد اص او عراها ايه احنا قلنا من شوية ال ingo وراها ايه صوت مزوف يتنطق ايه طب انا عايز انتق سعيد مش سيد عايز انتق اسماعيلية مش ايه اسمايل اسمايلية يعني عايز انتق ميس زو لانًا يعني عايز انتق مايس الدره مس مي عايز انتق طبعا ال او بقى اللي هيا ال او وراها النقطتين او فيها النقطتين دا موضوع تاني مش هتشوفو غير نويل لو بابا نويل لكن دي سماء تريماء مش هتشوفوها كتير نادرة او اخر حاجة بقى الأبوستروف لا الأبوستروف مهمة الأبوستروف دي بتتحط مع اتنين في الفرنسية بيتنطقوا لازم تفصل بينهم قلنا لا يلطقي صوتان في الفرنسية انا ما قدرش اقول هذا في الفرنسية لا يلطقي صوتان متحركان في اللغة الفرنسية صوتان احنا ممكن يلطقي حرفين وثلاثة في فيال وربع كتابة للصوت لأ فبا منقولش جي كري فنقولها جي كري نحط جي أبوسترف لأم قلنا القش لو ما تنطقتش بيجي وراها في فيال نقول لأم نقول لأمي لأ نقول لأمي ادي موضوع الأبوسترف طب نختم بقى بالليزان نختم بالليزان اليزان هي ربط صوت زي معمالة شفح لكم النهاردة احنا مثلا عندنا دي كلمة اسمها ليه ليه ما بنقولش لس ليه الاس صاعدة وصديق اسمه امي امي ولما بجمعها بحط اس لما تيجي تحط الأداة وراها الاسم على بعضهم تتنتق ازاي بتعمل عملية ربط يعني ايه ربط يعني بكأن الصوت ليه مع امي اتضمه بقت كلمة واحدة وهنا الاس لما تيجي بين اتنين فيال تتنتق زد فالليزان اللي هو الربط الصوتي هو حرف دمجة حرف ساكن اللي هو الاس يقع في اخر الكلمة مع حرف متحرك يقع في اول كلمة يعني انا عندي الاس ده ساكن جي اخر الاداة وده فيال اول الاسم فبقت ليزيلاف ليزيلاف طب هل الاس بس لأ التي جيت اخر الكلمة ساكن وراها فيال سيتون فيه سيتون فيه الليزان دي هتلاقوني كده بعملكم العلامة دي دايما دايما نعمل كده سيتون فيه ليزيلاف يعني بنربط الصوت او الكلمة زي ما انتم شايفين كده في النوت باللي بعدها طيب محاضرة النهاردة اتكلمنا عن باقي الحروف اللغة الفرنسية الالفا بي كمان محاضرة النهاردة فيها الحتة الرخمة في النوت الاكسان بانواحة الابوستروف السي دي ودي العلامات اللي يعني بتتعبكوا شوية في الفرنسي العلامات والقواعد العلامات دي بتتعبكوا الحروف لما خدنا كل حرف بيتنطق ازاي الدنيا ماشية انما نيجي عند قواعد النطق يعني اريحكوا كده وقولكوا انتم المحاضرات اللي بتشوفوها دي على منصة اديو دايناميك اكاديمي وعلى كلاود سنتر اللي عندنا المحاضرات دي بتشوفوها اما لحاجة من اتنين يا طالب بدأ فرنسي من اول خالص وحاسس نفسه مش فاكر ابي سي فبيتطلع على الكلام ده يا اما حد فيكوا عايز يتعلم فرنسي انا دايما شعاري متع التعلم لغة الفرنسية يعني ايه هو انا بدأت معاكم بالصعب اصعب حاجة انك تنطق فرنسيوي صح اصعب حاجة في الفرنسي مطقه الجرامير والكتابة والكلام ده لغة اي حد بيجيبها صح بدليل ان طلابي في سنوية عامة بيجيبها واربعين من اربعين ولغة تانية ولغة اجنبية ولغة مش من السهل تكتبها صح الولاد بيقفلوا ما شاء الله اللغة تتقفل والجرامير يتفهم والحل يتحلوا بنحفظ فوكابولار انما النطق عندك مشكلة كبيرة هي نطق اللغة الفرنسية بشكل سليم انت تابعني على الفيديوهات اللي بتنزل على منصتنا وعلى كلاود سنتر انا معاك في النطق عشان اعلمك تستمتع باللغة الفرنسية فالمحاضرة اللي فاتت والمحاضرة بتاعت النهاردة دول نطقنا بهم كل ما يتعلق بحروف اللغة الفرنسية هنلتقي بقى في المحاضرة الجاية مع حاجة جديدة هتتبسطوا منها لو انت شفت الفيديو ده وقابيه الفيديو الاول خدرست كبير ممكن تشوفه في يوم تاني في اسبوع تاني لكن هنتواصل الى ان نلقاكم في محاضرة رقم ثلاثة والانترو ديكسيان مقدمة عن اللغة الفرنسية بان شانس